أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام أكيد بفقراتنا التالية وتحدثنا اليوم في صباحاتنا الحديث عن الإنجاب والإقصاب تحديدا اليوم سنتحدث أكثر مع دكتورة نادية مهيدات استشارية نسائية وتوليد ومساعدة على الإنجاب وأيضا مديرة وحدة الإقصاب في مستشفى الجامعة الأردنية يسعد صباحي دكتورة يسعد صباحي المشاهدين أهلا وسهلا فيك دكتورة قبل أن نفوت بموضوع أطفال الأنبيب نتحدث عن متى نلجأ لهذا الشيء تحديدا بعد 35 يقل عدد البويضات الموجودة عند المرأة فتلاقيهم حتى يخافوا فنتحدث عن هذه المرحلة ونتحدث عن هذه المرحلة العمري وتحديدا للسيدات التي يكون هناك مباعدة بالأحمال أو التي تزوجها على عمر أكبر من العمر الموصب طبعا أطفال الأنبيب هي إحدى التقنيات للمساعدة على الإنجاب يمكن أكثرها تطورا ومرات من نلجأ لها لأنها هي الحل الوحيد مرات من نلجأ لها لأنه الطرق الثانية حاولناها وما زبطت هلا أنت حكيتي شغلة مهمة عمر 35 أو عمر الست بشكل عام وتأثيره على الإنجاب هاي إحدى الدواعي لأطفال الأنبيب ممكن يكون صار في عنا نقص بمخزون المبيض بعد عمر معين أدى لصعوبه في حدوث الحمل بشكل طبيعي بدون تدخل ولكن هاي مش السبب الوحيد لإجراء أطفال الأنبيب في أشخاص بيكون في عندهم مشاكل معينة أخرى قد تؤثر على الإنجاب حتى في عمر أصغر بعمر العشرينات ويحتاجوا لهذا الإجراء نقص مخزون المبيض أو تناقصه مع العمر يختلف من أنثى لأنثى مش كل الستات نفس الشيء فبالتالي كمان الحاجة لأطفال الأنبيب مش مطلقة بعد عمر 35 في الأغلبية من الستات حتى لو حاولت تنجب بعد 35 بتنجح ممكن يصير فيه شوي التأخر ممكن تحتاج لتداخلات معينة وليس بالضرورة أطفال الأنبيب ولكن بشكل عام تزداد صعوبة الحمل مع زيادة عمر السيدة وقد تكون عملية أطفال الأنبيب هي إحدى الإجراءات لتلجأ إليها السيدة أو الزوجين لحدوث حمل يمكن لازم نحكي شوي عن شو هو أطفال الأنبيب قبل ما نحكي أكثر عن ليش إحنا بنعمله أو شو الأسباب اللي بتأدي للجوء لأطفال الأنبيب وبشكل مختصر أطفال الأنبيب هو تلقيح البويضة خارج الجسم وهذا اللي بخليه يختلف عن الأشياء الثانية اللي احنا ممكن نعملها للمساعدة على الإنجاب فاحنا هون منعتمد على إخصاب البويضة داخل المختبر بالحيوانات المنوية من الزوج وبعد ذلك بيتم احتضانها في حاضنة لعدة أيام حتى تتحول إلى جنين وبعد ذلك يتم إرجاع الجنين إلى رحم السيدة هلأ في تسميات كتير في تسمية أطفال الأنبيب الحقن المجهري أو الزراعة الأجنة كلها عبارة عن وصف لبعض مراحل اللي هي العملية هاي هلأ أطفال الأنبيب بجوز مش كتير مصطلح دقيق لأنه احنا دائما لما نسمعهم نتخيل أنه هي بيبيات بيأنبوب اختبار هي مش بالطريقة هاي فبجوز المصطلح مش دقيقي كتير المصطلح الأجنبي اللي هو الـ IVF أو الـ In vitro fertilization اللي هو مختصر للتلقيح أو الإخصاب خارج هلأ هاي العملية عدة مراحل مش مرحلة واحدة يعني كمان بعض الأشخاص بتخيلوا أنه يلا نروح نام الأطفال أنا بيب ونروح هي مش بالسهولة هاي هلأ هي عبارة عن عدة مراحل هلأ زي ما حكيتي أنت في دواعي في أسباب في دوافع عند الناس بتخليها تلجأ لهذا الإجراء دكتورة مرات الناس ما بيكون عندها صبر صحيح وهذا الإشي اللي كمان بدنا نركز عليه إذا ما زبط الحمل أو كان تخطيط للإنجاب فدغري بالتجهولة مثل هذا الأمر مزبور ماذا لازم إحنا نستنى قبل ما نذهب لهذا الحل هلأ في قاعدة عامة هي قاعدة السنة يعني بعد الزواج إذا لم يحصل حمل خلال السنة الأولى من الزواج طبعا بشرط أنه هناك نية للإنجاب يعني ما عم تستخدم ست مثلا موانع حمل خلال هاي السنة إذا لم يتم الحمل خلال السنة الأولى هنا بيصير عنا سبب وجيه إنه إحنا نبلش نبحث إنه شو سبب التأخر في الحمل طبعا هاي القاعدة بتنطبق على الأشخاص اللي ما عندهم مشاكل معروفة سابقا هلأ إذا أحد الزوجين عنده تشخيص مسبق إنه فيه مشكلة مثلا فيه إشي ممكن يأثر على الحمل مثل حالات تكييس المبايد بيطانة الرحمة المهاجرة مشاكل عند الزوج مثلا زيدة والي بالخصية ما نستنى السنة بهذه الحالة لا بدنا نعمل الفحوصات بمرحلة أبكر كمان إذا كانت الست عمرها أكبر من 35 يفضل ما نستنى سنة كاملة بيكفي ستة شهر إذا ما حصل خلال هالحمل نلجأ لإجراء الفحوصات وهذه المرحلة هي المرحلة الأولى من إجراء الأطفال أنا بيبقوا احتمالية إجراء أطفال الأنوان دكتور هل يوجد شروط معينة لنجاح هذه العملية من أول مرة كثير من أسابع منها أول مرة ثانية مرة في بعض الحالات تفشل صحيح هل يوجد شروط معينة؟ أكيد هي مش شروط هل لا يوجد شيء اسمه نجاح 100% وهي كمان معلومة كتير مهم الناس تعرفها لأنه بالذات للأشخاص اللي استنزفوا كل الإجراءات التانية وصار لهم فترة طويلة في محاولات الحمل والانتظار وعدم نجاح الحمل بلجأوا لعملية أطفال الأنبيب على أساس أنها هي الآخر حل أو الأشي اللي بتمسك فيها الغريء فبيجوا بيتوقع أنه خلص إحنا عملنا كل شيء ما زبط وقررنا نعمل أطفال الأنبيب لأنه ضابط أطفال الأنبيب هلأ أطفال الأنبيب نسبة نجاحها العامة من 35% ل40% فهي فيها نسبة فشل عالية أحسن من أي شيء تاني ولكن مش 100% طبعا كمان نسبة النجاحة بتختلف حسب الحالة حسب شو السبب في تأخر الحمل قديش العمر كم مرة حاولوا قبل هيك في حالات مع الأسف حتى أطفال الأنبيب مش مناسبة إلها طالعا نستخدم كلمة عقم كتير لأن العقم شوي كلمة تبعث على اليأس أنه إحنا ما يعني ما فيش مجال للإنجاب أبدا منستخدم كلمة التأخر في الحمل وأسبابها كتيرة ولكن لحد الآن في حالات معينة مثلا زي عدم وجود بويضات أو عدم وجود حيوانات منوية نهائيا أو عدم وجود رحم عند استهالي الحالات لحد الآن تشكل معضلات وضمن الإمكانيات المتوفرة صعب حدوث حمل يعني بذات في بلدان أخرى أو أماكن أخرى مسموح فيها بالتبرع بالبويضات أو التبرع بالحيوانات المنوية ولكن هاي من ناحية قانونية ودينية عندنا بالأردن أو بالمنطقة غير مسموح فيها فهذه الحالات صعبة ولكن بشكل عام نسبة النجاح موجودة دائما نحاول دائما نتطلع للجانب المشرق فهي عملية ناجحة إن شاء الله في حالات اللي هي بتكون مناسبة لأنه يتم لها إجراء أطفال الأنابيب أهمية التحضير والتشخيص الصح والاستعدادات الكافية ما قبل العملية من الفريق الطبي ومن المريضة والمريض هي اللي بتأدي لنجاحها العملية كيف عملية التحضير أهمها التقييم تقييم الحالة من حيث السيرة المرضية الفحص السريري الفحصات الطبية المخبرية والشعاعية المطلوبة لحدنا ما نحدد بالضبط شو هي الحالة شو سبب تأخر الإنجاب بعد ذلك إذا وجد أن هاي الحالة مناسبة لإجراء عملية أطفال الأنابيب منبلش بمرحلة اللي هي العلاج الفعلي العلاج الفعلي بمر بعدة مراحل كمان عملية التحضير يتم فيها تنشيط المبايد بحيث أنه يكبروا البويضات ونقدر نحصل على أكبر عدد من البويضات الناضجة بعد ذلك اللي هو عملية سحب البويضات هاي اللي هي العملية الميجر بنسبة للستل لأنه هي اللي بيتم فيها التخدير وتيجي فيها على المستشفى وبيتم فيها استخراج البويضات من المبيض بعدها بتنتقل البويضات للمختبر بيتم تلقيحها بالحيوانات المنوية وتوضع في الحاضنة لحد ما يتم التلقيح ويبلش هذا الجنين الجديد بالنمو لما يوصل لمرحلة من ثلاث أيام لخمس أيام بيصير عبارة عن كتلة خلايا بيتم إرجاحها لرحمة السل اللي هي المرحلة الأخيرة بعدين آخر مرحلة اللي هي بجوز أصعب مرحلة لمرحلة الانتظار عشر لأربع عشر يوم لحد ما يبين معنا إذا صار حمل ولا لا وهاي المرضى عادة بيعتبروها يمكن أصعب أصعب بالإجراء هذه صعبة جدا تحديدا على السيدة دكتور نحن تحدثنا عن ما قبل العملية والتحضيرها كيف اليوم كمان مهم السيدة تحضر جسمها للحمل يعني اليوم في هناك تحضيرات الآن الأجسام تغيرت بطلت زي قبل المؤثرات الموجودة حولينا بتلعب دور كتير كبير بالإنجاب عند السيدات وعند الرجال أيضا فاليوم كم مهم السيدة أنها تحضر جسمها للإنجاب وتحديدا اللي بيكون في هناك زواج متأخر مع أنه أنا ضد هذه الكلمة ولكن كما يقال دائما كيف بدها السيدة تحضر جسمها للإنجاب وبالتشاركية طبعا أكيد طبعا هي دائما النصائح العامة لحياة صحية وهي بتنطبق على كل شيء بالطبع يعني من الامتناع عن أي شيء ممكن يأثر سلبيا على الصحة مثل مثلا التدخين الأرقيلة المحافظة على وزن صحي لا هو زائد ولا هو ناقص بالإضافة للأغذية الصحية لا مش بس مهم الوزن كرقم مطلق كمان المكونات اللي نتلاولها تكون متنوعة تكون صحية نعمل فحوصات دورية فحوصات خاصة بالإنجاب عشان نتطمن على صحتنا الإنجابية وكمان فحوصات عامة لأنه أي نقص أي خلل في الجسم ممكن يأدي سلبيا لنتائج غير مرغوبة بالإنجاب فحوصات هرمونية مثلا اختلاط غدد معين الغدد الدرقية أو هرمون الحليب كلها هاي أشياء بسيطة علاجها سهل ولكن ممكن إذا ما انتبهنا لها وما علجناها تأدي لها مشاكل أو تأخر بالإنجاب بالإضافة لذلك طبعا التحضير الطبي أنه اللي هو من حيث إذا كان في عندنا أي مشاكل قابلة للعلاج تمكشفها قبل ما نلجأ لعملية أطفال الأنابيب في حالات كتير بيكون في عندهم مثلا مشاكل بالرحم ألياف لحميات ممكن هاي تأثر بشكل سلبي على انغراز الجنين بالرحم فهاي سهل علاجها بتداخلات جراحية بسيطة ولكن إذا ما تم الانتباه إلها وما تم علاجها قبل إجراء لعملية أطفال الأنابيب ممكن تتخفض نسبة النجاح بشكل كبير دكتورة ما بعدها الطفل الأول كان الأنابيب ممكن يتم في حمل طبيعي ما بعد الأنابيب طبعا دائما إحنا ما في عنا إشي مطلق والأمور دائما بتغير مستمر فكل حالة حمل مختلفة عن الحالة التي سبقتها ومثل ما حكينا ما في إشي مطلق فرصة الحمل الطبيعي غالبا موجودة في أغلب الحالات ولكن ممكن تتأخر بسبب وجود بعض المعيقات فحاجتنا للرجوء لأطفال الأنابيب بالحمل الأول لسبب معين قد يكون هذا سبب متغير يزول بزوال مثلا الحمل الأول وبالتالي بعد ذلك ممكن استتحمل بشكل طبيعي وقد يكون هناك سبب مستمر دائم يعني على سبيل المثال انسداد قنوات فلوب إذا كان الانسداد كامل ونهائي ما رح يصير فيه حمل لأنه ما فيه فرصة لالتقاء الحيوان المنوي مع البويضة هذا الانسداد على الأغلب حتى بعد الحمل الثاني أو الثالث ما رح يروح رح يظلوا موجود فرح تظل الحاجة لأطفال الأنابيب موجودة حال التكييوس مبايد ممكن لجأت لجميع طرق العلاج ما زبطت وحتاجت لأطفال الأنابيب ممكن لقدام تتغير الأمور ممكن هي تنزل وزن تنتظم الهرمونات عندها أكتر تلجأ لبعض التغيرات في أسلوب حياتها بحيث أن تتحسن الأمور ويتم بعدها الحمل بشكل طبيعي فالحالات مختلفة وأطفال الأنابيب هو عبارة عن حل لمجموعة من المشاكل ما فيه علاج واحد بزبط لجميع الحالات والعلاج حسب الحالة بحاجة كل حالة للتقييم وحتى الحالة التي احتاجت من قبل لأطفال الأنابيب نرجع نقيمها عند الرغبة في حدوث حمل آخر ومنقرر إذا فيه حاجة لتكرار العملية أو لا اليوم دكتورة كيف مهم الفيتامينات والمعادن تأخذها السيدة تحديدا من تجاوزت عمر معين كيف يوجد فيه أهم من الفيتامينات الثانية قبل قرأت مبارح وعندما أبحث عن هذا الموضوع يتحدث عن عشبة كثير بسيطة وهي الميرامية وهي تساعد فعليا بزياد مخزون البويضات في المبيض فمرات وصفات بسيطة ممكن تساعد السيدات فنتحدث عن مجموعة الفيتامينات والمعادن حتى الموجودة بالصيدليات التي تساعد أيضا والعشاب الطبيعية إن وجدت هناك كثير من مكملات غذائية تسوق بهدف تحسين الخصوبة سواء عند الإناث أو عند الرجال كدراسات علمية مثبتة أو دراسات كبيرة عملت على مستوى مجموعة كبيرة من المرضى ما فيها عندنا أدلة علمية واضحة لحد الآن يعني تكفي لأنه نحكي والله لازم كل الستات بعد عمر معين ياخدوا هاي العشبة أو هذا الفيتامين أو هذا المكمل الغذائي بدنا نفرع بين شغلتين هلأ اللي عنده نقص بمغذي معين فيتامين معين نوع من المعادن طبعا أكيد لازم ياخد هاي الفيتامينات عشان يعوض النقص اللي عنده في بعض الفيتامينات ينصح فيها للتحضير للحمل من ضمنها مثلا جزء أهم هو المعروف عند أغلب الستات الفوليك أسد زي ما إحنا منبلش ناخده عندما نكون منخطط لحمل طبيعي كمان أيست بتخطط لأطفال الأنابيب أو حمل بأي شكل من الأشكال مفروض تاخده قبل بوقت لمنع حدوث أي مضاعفات أو التشوهات عند الجنين بالنسبة للمكملات الغذائية اللي إلها علاقة بالخصوبة هناك بعض المستحضرات تحتوي على مجموعة من المكملات الغذائية من فيتامينات من أمينو أسد وهي بشكل عام آمنة قد تساعد بعض الحالات في تحسن الخصوبة لديها وهي ما بتعمل معجزات يعني ما نتوقع أنه ناخد الحبة هاي لمدة شهر أو ثلاث شهور والأمور تصير بالتمام ورح يصير الحمل بشكل سريع ولكن ممكن أنها تساعد على إنجاح التدخلات الثانية اللي ممكن إحنا نعملها حتى بالنسبة للطب البديل اللي حكيته شغلة الأعشاب هلأ فيه أعشاب كثيرة بتاخدها الستات بشكل على نطاق واسع بهدف تحسين الاختلالات الهرمونية بهدف تحسين مخزون المبيض منها البردقوش منها الميرامية كمان ما فيه عليها دراسات ولكن فيه ستات بتحلف فيها وهي بشكل عام ما بتضر الصحة اللي حابب ياخدها اللي ما عنده مشاكل فيها اللي بستسيغها ما فيه أبدا أي مشكلة قد يكون فيه إلها بعض الدور في تحسين بعض الاختلالات الهرمونية ولكن كأطباء إحنا ما منقدر ننصح فيها كعلاج لحالات دكتورة سريعا إذا سمحت بآخر سؤال أكثر الصعوبات أو الميعاقات لأطفال الأنابيب تحديدا عند الرجل أو عند السيد؟ هلأ زي ما حكينا الحالات اللي هي بتصير فيها حتى أطفال الأنابيب صعبة أو يعني التحديات اللي منواجهها إحنا لمنام الأطفال الأنابيب حالات ضاف المخزون بشكل كبير عند الست أو عدم تواجد حيوانات منوية طبيعية صحية عند السوج هلأ في بعض العلاجات التجربية ممكن أنها تحاول تتخطى هذه المشاكل من ضمنها العلاج بالخلايا الجذعية بالبلازما هذه كلها عبارة عن علاجات تجربية لحد الآن يعني ما مننصح فيها لسه أنه يتم استخدامها على نطاق واسع بشكل تجاري للمرضى ولكن ضمن دراسات علمية معينة قد يكون لها دور في المستقبل في تحسين مخزون المبيض عند الست أو تحسين إنتاج الحيوانات المنوية عند الزوج عندك كمان الحالات التي تم فيها استقصال رحم أو عدم وجود رحم بشكل وراثي فيها الآن صار في عنا زراعة رحم برضو لسه بالمراحل البدائية على مستوى العالم ولكن إن شاء الله قدام بيكون عبارة عن ممكن يكون حل بعض الحالات التي استعثر فيها خدوة حمد إن شاء الله شكرا جزيلا دكتورة أهلا وسهلا معلومات مفيدة إن شاء الله الجميع استفاد من هذه المعلومات شكرا جزيلا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم